أشياء غريبة وعجيبة وجدوها الناس بالصدفة ومزعجة هنا واحد في عام 1992 خرج صياد محظوظ ليبحث عن مطرقته بكل براءة وأثناء البحث رنى الجهاز فاعتقد أنه وجد المطرقة فحفر وطلع كنز أثري روماني وموع أي كنز أكبر كنز وجده في تاريخ بريطانيا كلها المحظوظ وطبعا أصبح ثري جدا بسببه وبالمناسبة الكنز كان يخص الرومان الأثرياء اللي خبأوه خوفا من الغزاء اثنين في عام 1974 نشب حريق في غابة في أمريكا وحرقها بالكامل وفي عائلة ملقوفة كان بيتها قريب من الغابة انتظروا حتى خمدت النيران ودخلوا الغابة يتفرجوا وهنا وجدوا شيء مريب كرة فضية غريبة الشكل ففسر الأب من كيسه أن هذه الكرة هي كرة متفاعة فأخذوها معهم وراحوا البيت حطوها على الرف ولك أنه في شيء بس بعدها حصل أمر مفزع الكرة صارت تتحرك يمين ويسار لحالها وفورا العائلة اتصلت بالأعلام لينشروا اكتشافهم وفعلا جوا الأعلام وصوروا ونشروا الخبر في الجرائد كلها وبعدها جاءت الحكومة واستحوذت على الكرة وليومنا هذا لا أخبار عنها ما هي من أي نجاءة محد يعرف أبدا أمرها مخفي تماما غريب اكتبولي أنتوا أش تتوقعوا تكون هذه الكرة فسرولي ترجمة نانسي قنقر